في الشأن الفلسطيني حيث تتعرض قرية حزمة شمال شرق القدس المحتلة لحملة احتلالية شريسة تتمثل بمضايقات واعتداءات مستمرة على ساكنيها بالإضافة إلى مصادرة أراضيها وضمها للمستوطنات القريبة نتابع هذا التقرير لا يكاد يمر يوما على قرية حزمة شمال شرق القدس المحتلة دون تعرض ساكنيها لانتهاكات احتلالية مختلفة كان آخرها قرار الاستلاء على عشين دونما من أراضي المواطنين وقد تم تطويق جزء منها بأسلاك شائكة بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة لا يوجد أي شيء نتحكم فيه ونستغله سواء في أراضينا أو في غيرها متى شاءوا يصادرون ومتى شاءوا يستولون ومتى شاءوا يضعون اليد مساحة حزمة الإجمالية تقريبا حوالي 18 ألف دونما قسم مكع تحت طائلة الاستيلاء بحجة دواعي أمنية قسم مكع تحت محميات طبيعية قسم مكع تحت شوارع وقسم صودر وطلعوا فيه أوامر مصادرة حزمة قرية حدودية مع جابع مع عناتة مع بيت حنينة مع شعفات يعني ما بكي إلى القرية إلا داخل المسطح مسطح القرية والناس في ضائقة سكنية حتى أصبح الناس يبنون بنايات من أجل السكن من شكل عمودي حتى من كل الأراضي التي يسمح لهم بها بالبناء حكومة الاحتلال تسعى لتحويل حياة 9 ألاف نسمة إلى سجن صغير فبعد عزلها بجدار الفصل العنصري وحصارها من الجهة الشمالية بأسلاك حديدية بدأ الاحتلال بسياسة هدم المنازل بهدف الحد من نمو القرية وتمددها الطبيعي في حين يتاح للمستوطنات بالمنطقة بالتمدد والتوسع أنا والله بنيت كبل سنة دار فوق علشان أسجن فيها وأجوا هدوا لي بحجة أنه فيش ترخيص عدم ترخيص ومعاي إثبتات للأرض وكواشين وشلش تمام ما بعطوش ترخيص هنا ما بعطونا من مرة هاي المنطقة بعتبروها إلهم يعني منطقة سي بعتبروها إلهم يعني فيش بناء من مرة يعني ذيكوا شتير على الأراضي وذيكوا علينا لم يخلين حدا يستن ولم يخلين حدا يفتح محل ولم يخلين مشتا قرية حزمة كغيرها من القرى الفلسطينية القريبة من مدينة القدس مهددة بالعزل والاستهداف حتى تتمكن حكومة الاحتلال من استكمال مشروعها الأخطر والمعروف بالقدس الكبرى من قرية حزمة شمال شرق القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا